موسيقى كل التحيات وأهلا بكم إلى آخر نشرة لهذه الليلة من قناة الجديد في بيروت جمعة حزينة ورجل قلق جمعة ألام فرضت طقصها سياسيا ورجل لا أمم المتحدة الأول نزح نحو مخيمات اللجوء شمالا على أن الهوى الشمالي هب من ابن شعي حاملا كتلا من مواقف تنذر باشتداد الغيوم من دون شتاء فوق بعبده فزعيم تيار المردة وفي طريقه نحو التحذير من تغيير قواعد اللعبة أجرى عملية فك ارتباط مع الرابي اضطر فيها إلى إصابة حزب الله معلنا أنه لن يلغي نفسه حتى ولو طلب إليه الحزب الانسحاب لمصلحة ميشيل عون ورجل صغرت دخل المناظرة المكشوفة النزول إلى مجلس النواب في مقابل النزول إلى الشارع معادلة العين بالعين ترتفع بالأزمة الرئاسية إلى مستوى التحدي والحرب بالأصوات شعبيا ونيابيا لكنه على الأرض السياسية لمجال لترجمة التحديات رئاسيا لأن البلاد تكاد لا تحتمل إجراء انتخابات بلدية على أبعد طموح والبقية لن تأتي وعلى هذا الحال فإن كل الأزمات ترتبك بلا حل من تعقيدات المطامر إلى شبكات الانترنت والتي تعود الأربعاء إلى طاولة لجنة الاتصالات النيابية الموسعة فيما يشد بها إلى الخلف ضغط قضائي كشفت عنه صحيفة السفير وناصرها النائب وليد جملاط الذي سأل ألم يحاول مصدر أمني رفيع التقليل من أهمية الفضيحة وكيف لا وأحدى الشركات مقربة إلى الدائرة الشخصية والعائلية كما يشع وكيف لا وشركة أخرى تعود إلى وسيلة أعلامية معروفة استباحت رجال أمن يزداد مواكب ومرافقات لم يلاعبن جملاط الغميضة هذه المرة لسيما أن حرب زعيم التقدمي مع عبد المنعم يوسف تعطيه بعض الصدقية فالشركة المموهة لديه والمالكة مؤسسة أعلامية هي معروفة لدى اللبنانيين وقد لجأت أخيرا إلى استعمال أعلى ما في خيلها فوجدت نفسها تحت حوافر الخيل والسقوط بالسقوط يذكر إذ مني تنظيم داعش بضربة مالية أصابت وزير خزانته مقتلا وأعلنت واشنطن أن غارة جوية قد قتلت عبد الرحمن مصطفى القادولي المعروف بحج إيمان وهو مسؤول عن إدارة الشؤون المالية للتنظيم ضربات أمريكا تواكب الإنجازات التي مهدت لها روسيا وأدت إلى تحرير تدمر في أوسع توافق بين القطبين العالميين عسكريا وسياسيا وهذا التوافق ينسحب على مصير الرئيس السوري بشار الأسد إذ أكدت موسكو اليوم أن روسيا وأمريكا قد وافقتا على عدم مناقشة مستقبل الأسد الآن وهذا يعني أن كل تساؤلات كاري عن المصير السياسي للأسد كان مجرد ورقة فارغة في الحقيبة الحمراء إذن في اليوم الثاني من جولته في لبنان الأمين العام للأمم المتحدة يزور النازحين واللاجئين شمالا وبقاعا ويتسلم من البطريارك الماروني بطرس الراعي رسالة حول المواضيع الشائكة الراهنة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط مع اقتراحات لحلها بعد جولته على بعض السياسيين والقيادات في يومه الأول في بيروت خاصص الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون يومه الثاني للقيام بجولة على بعض مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين البداية كانت شمالا بعدما حطت طوفتان تابعتان للأم المتحدة ترافقهما طوفتان تابعتان للجيش اللبناني في قاعدة القلاعات الجوية وانطلق موكب بنكيمون بحماية أمنية مشددة إلى مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين معينا أوضاع القاطنين فيه وكان في استقباله وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس وسفير فلسطين أشرف دبور وقيادة الفصائل الفلسطينية ومدير لؤنروا وإلى منطقة القب في طرابلس توجه الأمين العام لافتتاح مركز الشؤون الإجتماعية كما زار بان حيات تنك في الميناء والعائلات اللبنانية والسورية الفقيرة التي تقتن فيه وتحدث إلى عدد منهم واتطلع على أحوالهم الاقتصادية والإجتماعية أنا مندهش من الذي رأيته اليوم ونحن هنا لدعم شعوب المنطقة ولتحسين حالتهم الاجتماعية ولتحقيق ذلك نحن بحاجة لدعم الدولة اللبنانية إن الأمم المتحدة تعمل مع حكومة لبنان لدعم المجتمع وما تقوم به مراكز الرعاية الاجتماعية هام جداً كونه يستهدف فئة من الناس تنتهك حقوقهم الإنسانية واتفقنا اليوم مع الزميلي وصديق الدكتور كيم أن البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية سيوفدون بعثة إن شاء الله خلال أسابيع ليس خلال أشهر إن خلال أسابيع لكي نبحث جميع الأمور التي تفضل بها مع الوزير من احتياجات هذه المنطقة وسنتعاون إن شاء الله لكل ما يمكن تحقيقها بحوله تعالى إن شاء الله وكان رئيس البنك الدولي قجال ورئيس البنك الإسلامي بمرافقة ممثلي الأونروا واليونسيف وممثلي وزارات الصحة والتربية والشؤون الانشمعية على مخيمات النازحين السوريين العشوائية ضمن بلدة بحنين في الميني ومن المخيمات في الشمال إلى تلك في البقاع حيث توجه الوفد الأممي وهبضت المروحيات في مطار رياق وانتقل الوفد لزيارة مخيم النازحين السوريين في الدلهمية حيث التقى عائلة سورية عرضت له معاناة السوريين النازحين وكيفية هروبهم من بلادهم واستمع أيضا إلى شكاوى المواطنين لسيما تلك المتعلقة بتقليص خدمات الأونروا وكان الأمين العام قد التقى البطريارك الماروني ماربشارة بطرس الراعي في مترانية بيروت المارونية وتركز البحث على الشغور الرئاسي وكان توافق على وجوب تعاون كل اللبنانيين من أجل تسهيل عملية الانتخاب لأن استمرار الفراغ يزيد من أزمات لبنان ويسير به إلى الوراء وكان تشديد من قبل الطرفين على ضرورة استقصال أسباب الإرهاب وتعزيز الحوار بين الأديان وتنمية الاعتدال في مواجهته وفي خلال اللقاء سلم الراعي بن كيمون مذكرة مفصلة تتضمن عرضاً للمواضيع الشائكة الراهنة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط مع طرحات لحلها رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي يحذر العماد ميشيل عون من تغيير قواعد اللعبة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية عبر اللجوء إلى الشارع في إشارة أخرى إلى استمرار التراجع في علاقة حليفي الأمس حذر رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي من أنه إذا أراد رئيس تكتر التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية عبر النزول إلى الشارع فإن كل المحرمات ستسقط ونساء الخيارات ستحضر ومنها خيار النزول إلى مجلس النواب في جلسة الانتخاب وأكد فرنجي في حديث لصحيفة الجمهورية أنه بين انتخاب مرشح وسطي وانتخاب عون فإنه يؤيد الأخير لكنه أشار في الوقت عينه إلى أنه يرفض إلغاء نفسه ملبيا رغبة عون بالانسحاب وكشف فرنجي أن حزب الله لم يطلب منه لا الاستمرار في ترشيحه ولا الانسحاب لصالح عون وقال حتى لو طلب الحزب مني هذا الأمر فأنا لن أقدم عليه ولن ألغي نفسي وعن علاقته بالرئيس سعد الحريري فقد أكد فرنجي أنه يثق به وعما إذا كان تأييد الحريري لترشيحه مناورة قال لنترك الأيام تثبت تلك نافيا في الوقت عينه أن يكون قد قدم أي التزام مسبق للحريري أو لغيره إنما اتفق مع الحريري على نقاط عامة ستكون خاضعة للتوافق الوطني في حال انتخابه رئيسا ويأتي كلام فرنجي بعد إشارة التيار الوطني الحر إلى إمكان النزول إلى الشارع وأن هذه الخطوة رهن قرار رئيس تكتل التغير والإصلاح ومن الخطوات المرتبطة بالملف الرئاسي لقاء وفد من التيار بالنائب خالد ظاهر الخميس كما أعلن منصق عام التيار بعد اللقاء نحن اليوم عم نمرأ بظرف كتير دقيق اللي يخلينا نكون مرتحين أكتر هو التكتف بب بعضنا هو التلاحهم مرحلة جديدة نأمل أن نبني عليها جميعا مستقبل لبنان بالتأكيد على وحدتنا الداخلية أمام ظروف إقليمية محيطة ملتهبة الظاهر التقى برئيس تيار المستقبل سعد الحريري في بيت الوسط وتقول المعلومات أن اللقاء تطرق إلى الملف الرئاسي ورد الآن أن هناك أن الجيش اللبناني قد صدى هجوما لمسلحين من الجانب السوري قد سيطروا على برج مراقبة للقوة المشتركة قيد الإنشاء في بلدة حنيدر وهي تقع في وادي خالد شمالي لبنان وفي تفاصيل هذا الخبر أن أربعة عناصر أقدموا على الانسحاب إلى المركز الأساسي للجيش أو هجوم مركز الجيش الأساسي في بلدة حنيدر ويعمل الجيش على قصفه أو قصف الحاجز السهلة في جبل أكروم باتجاه وادي خالد لمساندة برج المراقبة الموجود في حنيدر هذا وقد سجل منذ بعض الوقت إطلاق نار كثيف مصدره الجانب السوري باتجاه قرية حنيدر في منطقة وادي خالد ونلفت إلى أن هناك قوة أيضاً مؤللة كبيرة من الجيش قد حضرت إلى القرية وأطلقت قنابل مضيئة فوق المنطقة التي أطلقت منها النيران إذن نشير أن هذا الخبر ورد منذ قليل إلينا وهو من بلدة حنيدر الواقعة في وادي خالد ونتابع قراءة هذه النشرة وسنعود إلى هذا الخبر إذا مورد من تطورات ما إذن خلية أزمة الشويفات تعيد مطمر الكوستبرافا إلى الواجهة بسلسلة بشرية رافضة لإنشائه تقرير حليمة طبيع لن يحتاج مطمر الكوستبرافا بعد اليوم لأعتراض شعبي ليتوقف العمل فيه لأن المرحلة المقبلة ستكون قائمة على اعتراض دولي وتحديدا من دول البحر المتوسط الموقعة على اتفاقية برشلونة التي تقضي بحماية المتوسط من التلوث هذا مخالفة لإتفاقية برشلونة لا يوجد أي بلد على محيط البحر المتوسط يتصرف التصرفات التي الحكومة اللبنانية تتصرفها هذا شيء مخالف للإتفاقية ومنطمن الشعب اللبناني أنه هالمرة مش نحنا وحدنا رح نوقف هالمطامر يلي قرروا كل السكان محيط المتوسط بلشوا يوقعوا عريضة هلأ نحنا تجوزنا خمس تلاف توقيع ورح يكون هالشغلة ضربة إيسيا للقرارات من اليوم وطالع ما بقى رح يقطع مثل الإشاي اللي قطعت من أيام النورماندي خلية أزمة الشويفات وأهالي المناطق المتضررة من إقامة مطمر في منطقة الكوستابرافا ومجموعات الحراك المدني اعتصموا سلميا على طول الخط البحري للكوستابرافا وشكلوا سلسلة بشرية تعبيرا عن رفضه من المطمر وكل الحلول الغير الصحية للنفايات التي تقدمها الحكومة أنت اليوم ليس هيطاعت اسمي؟ لأنه بنا نشيرها لزبالي من البلد نتمنى مطمر أصلا صحي والحلول البيئية والصحية والمستدامة بتطبقوا من هيدا اللحظة وليما نلجأ للمطامة نحن الناس مجتمع الشويفاتي المدني والأهلي اللي نازل يعبر عن استياء ورفضه القاضع لهالقرار اللي اتأخذ على صعيد الحكومة والدولة نحن المفروض نتقبل العالم بورود نضرع هون يثمين وشجر ونعمل منطقة سياحية لأهلية خمسة عشر ألف عائلة فيها تشتغل هون بعيدا الشرط اللي شايف دي تماني كيلومتر فمش معقول لسقب العالم بغاز الميسان ولا حتى أنه الأهل اللي حولينا هون بالمنطقة نحكموا إعدام أنه هذه الجبال وهذه التراب الموجود هون جبلت بدماء الشهداء اللي سقطوا بعدوان تموز على لبنان وبالتالي من المعيب أن يطمر بهذه الرمال نفايات العاصمة أو محيط العاصمة وللتذكير فإن هذا المطمر الذي بدأت الشركة المتعهدة العمل فيه والذي يقع بجوار مطار بيروت والمنطقة الأثرية في خلدي سيشكل خطرا على حركة الملاحة الجوية لأنه سيكون ملازا لطيور النورس التي ستجد في النفايات ما تقتات به إلى شرق هذا الموقع هناك المدرج المستحدث في مطار بيروت الدولي فإذا النقطة جدا حساسة العمل فيها يجب أن يكون بمستوى عالي جدا من الدقة تجمع طيور النورس في هذه المنطقة فيما لو لم تغطى النفايات أثناء العمل يهدد سلامة الطيران المدني هذه المسائل هل أخذت بعين الاعتبار أو لا؟ ولكن الحكومة اللبنانية مصرة على إنشاء مطمر الكوستابرافا المخالف لكل المعايير الصحية والبيئية مديرة أذنها الصماء لكل هذه الاعتراضات والعوائق المفترض أن تحول دون إنشائه حلم طبيعة قناة الجديد لبنان وقع اتفاقية برشلونة في زمن الحرب وخرقها في زمن السلم تبعات الخرق في تقرير لناصر بلوت في زمن الحرب الأهلية اللبنانية وتحديدا عام سبعة وسبعين سارع لبنان إلى التوقيع على اتفاقية برشلونة التي أقرتها ست عشرة دولة متوسطية في العام ستة وسبعين الاتفاقية التي وقعت عليها دول الاتحاد الأوروبي عرفت باسم اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث نضم إلى لبنان رسميا بسنة السبعة وسبعين تعدلت بسنة الالف وتسعمية وخمسة وتسعين وكمان لبنان رجع وقع من جديد على التعديل هيدا ونضم إلى بسنة الالفان وثمانية وبعد تسعة وثلاثين عاما على توقيعها أظهرت الدولة اللبنانية عدم مبالاة ببنود هذه الاتفاقية من خلال بنائها واستخدامها لمطامرة على السواحل البحر المتوسط توقيع الاتفاقية هيدا بيحتم علينا التزامات وهالالتزامات هيدا أهم هي التدابير الاحترازية اللي منها مثلا عنده تقييم الأثر دراسة تقييم الأثر البيئي اللي لبنان بلش هلا يحط هالنفايات إن كان كوستابرابا وغيرا بلش الشغل ومش عامل دراسة أثر بيئي نحن عم نخرق الاتفاقية العامة وعم نخرق البروتوكولين لأنه عندنا ثلاث مطامر فينا نعتبر أنه نحن عم نخرقها بكل مرة عم نتعدى فيها على هالشاطئ علما أنه نحن هالتعديات صار لها يمكن من وقت ما وقعناها نحن شاطرين بالتوقيع ولكن مش شاطرين بالتطبيق يتحدث أحد بروتوكولات الاتفاقية المعدل عام 96 عن حماية المناطق البحرية من التلوث من مصادر وأنشطة برية هذا البروتوكول وقعه لبنان مرفقا بالاتفاقية الأساسية لجنة احترام التذامات المنبسقة عن هالاتفاقية هاي ده إذا وصلنا المعلومات إنه صار فيه تعدي عهلاتفاقية هاي ده تجي تتوجه لها الدولة يلي عم بتخالف وتقلها أنت عم بتخالفة ممكن تطلب تقارير تتشوف كيف عم بتوقف هالتعديات بتحطلها مثل زمن معين محدد فترة محددة لحتى توقف هالتعديات عليها وبتطلب منها كمان خطة تطبيقية كيف بدا توقف هالتعديات هاي دولة وكمان ممكن أحد الدول مثل ما حدتك تفضلت هي تلاقي إنه هالتعديات هاي عم بتضر بمصلحتها تتوجه لها اللجنة هاي وتقلها إنه في أحد البلدين عم بخالف الاتفاقية واليوم تطمر الحكومة بنود الاتفاقية في الكوستابرافا والنعمة وبرج حمود فما وقع عليه في زمن الحرب أهمل في زمن السلم ناصر بلوت قناة الجديد ومتابعة للخبر الذي كنا بثيناه قبل قليل عن مهاجمة لمركز الجيش اللبناني عند بلدة حنيدر معي رئيس بلدية حنيدر دكتور فادي الأسعد لاستضاحه أكثر عما يجري في منطقة الدريب الأوسط في عكار دكتور أسعد أهلا بك لو سمحت ما هي تفاصيل هذا الهجوم هناك ذكرت بعض المعلومات الصحفية لأن مسلحين سوريين هاجموا مركز للقوة المشتركة عند الحدود والجيش اللبناني يعمل على قصفهم بالمدفعية أو بمختلف أنواع الأسلحة في هذه الأثناء من نقاط تواجده الله يفرد مساكن جميع والمشاهدين الجديد أولا أنا بدي أنكر كل هالحديث اللي عم بي نحكى بوسائل الألام وأنا بأكد وأنا هلأ من دقيقتين كنت عند الجيش مع الجيش بقلب المركز نعم يعني الحدث هذا اللي عم بيحثوه ماهو صحيح أبدا صحيح صار إطلاق نار على نقطة مراقبة ماهو برج ماهو مركز جيش برج مراقبة وهو تماما على الحد السوري برصاص لا قذائف ولا أي شيء هالمركز اتعرض لإطلاق رصاص مما أدى إلى أنه فيه عساكر اثنين العساكر اثنين طلبوا مؤذرة من الجيش الاثنين راحت من اللالتين سحبتهم وطلعوا طلعوا من برج المراقبة برج المراقبة يبعد عن السكن العسكرية حوالي الميتين متاع لو أن البرج سقط بإيض مسلحين معنات المسلحين للنظام السوري وما بتصور أن المسلحين للنظام السوري راح يهاجموا برج للجيش اللبناني لأن الجيش السوري مباشر على الحد عند البرج يعني ما ممكن يدخل بيوصل هالبرج أو الجيش اللبناني أو الجيش السوري توضيح أن أنتوا تحدون منطقة تلكلخ عند الناحي السوري صحيح؟ لا لا نحن باتجاه الأصير هذه المنطقة باتجاه الأصير يعني هاي تحديدا بقرية قرية على الحدود السورية اللبنانية قرية اسمها البويت أشكرك على هذا التوضيح وعلى كل هذه المعلومات رئيس بلدية تحنيدر أذكر بما قاله رئيس البلدية إلى أنه نفى هذا الموضوع يعني يبدو أنه جرى تطخيم للحالة أصلا الجيش السوري لناحية القصير هو الذي يسيطر هناك وجرى فقط إطلاق رصاص على نقطة للجيش اللبناني يتواجد فيها فقط عسكريين وبعد ذلك يعني جرى طلب مؤذرة من ثكنة عسكرية للجيش لا تبعد أكثر من 200 متر والأوضاع مستقرة في تلك الناحية في حنيدر ولا صحة لوجود اشتباكات أو سيطرة من قبل مسلحين سوريين على نقطة للجيش اللبناني فاقتضى التوضيح بعد العلان خانته لغة الجسد ومشاكله ايده ورفعه اياها بشكل كأنه عم بقله وقعد جرب تعمل هيد الحركة اهلا بكم من جديد اوباما خبير بلغة الجسد فكيف تقرأ حركاته لم يكن يتوقع الرئيس الامريكي باراك اوباما رد الفعل هذا من الرئيس الكوبي راور كاستر خصوصا انه اعتاد ممارسة هذا السلوك على الجميع ما دلالات هذه الحركة ومتى تستخدم الرئيس اوباما معروف عنه بأدرته على التحكم بلغة جسده طول من نلاقي بلقاءاته مع الرؤسة فيه عنده ميولة تصرف تصرفات معينة بالحادسة الاخيرة وبلقاءة الاخيرة اللي صار بين الرئيس اوباما وكاسترو عمل اشارة او حركة عارة بيعملها الرئيس اوباما اللي هي انه بيحاول يحتضن الشخص الاخر عارة اللي بيحتضن هو الشخص الطاغي الاقوى الاب الاستاذ المعلم الشخص اللي عنده صفة اقوى من غيره صارت في ردة فعل قوية عند كاسترو وانه رفض ومساكله ايده ورفعه اياها بشكل كأنه عم بيقله اوعى تجرب تعمل هذه الحركة انت منك الطاغي منك الاقوى مني وبينت حتى بعد هيك اكتر مرة رجع حاول رئيس اوباما يقرب لعنده يرجع يبعد حتى هو وفليم مع بعض من المؤتمر اذا منلاحظ كاسترو ضيع او راح غير مطرح لانه رافض يلحق الرئيس اوباما ما صارت بعد مع اوباما انه حدا يرد بهذا الشكل الواضح هاو افر لما صارت مع الرئيس بوتين لما اجتمع كرمال موضوع الازمة السورية منلاحظ انه حاول يعمل هذه الاشارة للرئيس اوباما بسرعة سحب ايده لحتى ما تتطور اكتر لحرب بالسلامات ليس هذا فحسب فلطريقة الجلوس معاني ايضا منلاحظ عند الرئيس الامريكي اوباما انه عادة بحط اجر على اجر حتى يوصل رسالة فيها شوي من الفوقية والتعالي على الضيف منلاحظ هادي الشي صار بلقاءه مع الرئيس اللبناني سليمان قبل هلا لما كان سواء نحط اجر على اجر منلاحظه مع الرئيس النيجيريا او مع اكتر من حالة قطعت بينما اذا منطلع على لقاء الرئيس اوباما مع الملك السعودي سليمان كان فيه غير فوستر عند الرئيس اوباما كان مش حاط اجر على اجر مقدم لقدام عطيه اهمية اكتر غياب هذه العلوم لدى المسؤولين قد يضعهم في خانة الضعف فالاتيكيت لا تتوقف عند تبكي للشاكت يمنى فواز قناة الجديد الجيش السوري يسيطر على قلعة تدمر ويواصل تقدمه الى ضواحي المدينة الاثرية بعد نحو سنة من سيطرة تنظيم الدولة داعش على مدينة تدمر التاريخية الواقعة في ريف حمص الشرقي بوسط البلاد استعاد الجيش السوري قلعة المدينة الاثرية وتلت السينتال المشرفتين على المدينة مدعوما بمجموعات الدفاع الشعبية بعد انزاله بارهابي التنظيم خسارة كبيرة ووفق التلفزيون السوري الرسمي فان الجيش السوري سيطر على قلعة فخر الدين المعني الواقعة على اعلى التلال المشرفة على مدينة تدمر ما يفتح الطريق امام الجيش للوصول الى مناطق في شرقي سوريا لا سيما محافظة دير الزهر التي يسيطر داعش على اجزاء كبيرة منها وباشرت وحدات الجيش تمشيط القلعة الاثرية والتلة فيما تواصل وحدات اخرى عملياتها باتجاه المستودعات من الجهة الشمالية الغربية بعد السيطرة على جبل الطار السيطرة الكاملة على سلسلة هذه الجبال ومثلث تدمر تمت قواتنا بمتابعة التقدم الى ان استولينا على قصر موزا ومن ثم هل قامت عناصرنا بالتقدم باتجاه دوار الزراعية وتمكنوا من السيطرة الكاملة على دوار الزراعة ومتابعة الاقتحامات ان شاء الله الى ان تخلص تدمر بشكل كامل وتزامنا تمكن الجيش السوري من عزل مدينة القريتين عن مدينة تدمر بسيطرته على الاتستاذ الواصل بينهما من جهة دوار دمشق تدمر اثر اشتباكات مع مسلحي داعش استعادة تدمر والتقدم شرقا في محافظة دير الزور سيعدان اكبر مكسب للجيش السوري في مواجهة داعش منذ بدء تدخل العسكري الروسي في ايلول من العام الماضي وصية الزعيم الفنزولي الراحل هوغو تشافيز تتحقق في عيون الفلسطينيين التفاصيل في تقرير مراسلنا نزار حبش بعد ثلاثة اعوام تتحقق وصية الزعيم البوليفاري الراحل هوغو تشافيز التي قالها وهو على فراش الموت بمداوات عيون الفلسطينيين هنا في قرية ترموس عية شمال رامالا وضع حجر الاساس لبناء مستشفى هوغو تشافيز باعتباره الاكبر في فلسطين في طب العيون وشافز على فراش الموت زرته وهو في ايامه الاخيرة قال لي كيف احوالكم كيف اوضاعكم السياسية اين المستشفى حلمنا ان نستقبل الناس من الخارج الى الداخل للعلاج حلمنا ان تتوقف التحويلات الطبية كلها المستشفى الذي سيقام بدعم كامل من دولة فنزويلا بقيمة 15 مليون دولار سيخافف من معاناة الفلسطينيين اليومية لسيما وانهم ما زالوا مضطرين لتحمل الاذلال اليومي على الحواجز واستصدار تصاريح خاصة للعلاج في القدس المحتلة حيث المستشفى الوحيد للعيون ليأتي مستشفى تشافيز وسط ضفة الغربية كبارقة أمل لكل فلسطيني مصاب بأمراض العيون لا نريد أن نبقى تابعين للخدمات التي يقدمها الاحتلال لأنه نريد أن نقطع العلاقة مع الاحتلال بكل مفاصلها الاقتصادية والخدماتية والطبية والتجارية وغير ذلك الرئيس الفنزويلي الراحل والسياسي الثائر على السياسات الأمريكية والرأسمالية كان يحلم ببناء الاشتراكية الجديدة للقرن الحادي والعشرين فحول بلاده من التبعية لأمريكا إلى مسار التنمية المستقلة أحب الفقراء والمضطهدين وكان مدافعا عن فلسطين في جميع المحافل الدولية رحل عام 2013 بعد إصابته بمرض عضال لكنه سيبقى حيا في عيون الفلسطينيين يوغو تشافيز قطع العلاقات مع إسرائيل حين كانت تعتدي وهي دوما تعتدي على شعبنا يوغو تشافيز هو الذي استقبل طلابنا الفلسطينيين معات الطلبة كيدرسوا في ذنزولة وهو الذي كان جاهزا لتقديم كل يد العون للشعب الفلسطيني ولكل أشعوب المضطهضة وهي يمثل إيقونة ونموذجا حبذا لو استطعنا أن نسير على هدية يذكر أن العمل بالمستشفى الجديد سينتهي في الحادي والعشرين من شهر آذار عام 2016 وسينهي أعواما من عذابات الفلسطينيين ينفق الفلسطينيون سنويا أكثر من عشرين مليون دولار على التحويلات الطبية المتخصصة في مجال طب العيون يذهب معظمهم لصالح الاحتلال الإسرائيلي بسبب ضعف الإمكانات الفلسطينية بناء مستشفى هوغو تشافيس للعيون وسط الضفة الغربية يشكل أساسا للمقاطعة الطبية من فلسطين المحتلة نزر حبش قناة الجديد ماجد عويضة شاب فلسطيني متهم باختراق أنظمة الطائرات الإسرائيلية هذا الشاب هو ماجد عويضة فلسطيني من سكان غزة تمكن من اختراق أنظمة طائرات الاستطلاع الإسرائيلية العسكرية والمدنية بحسب التهم التي يوجهها الاحتلال الإسرائيلي إليه ماجد البالغ من العمر 23 عاما متخصص بالبرمجيات والإنترنت وقد اعتقله جهاز الاستخبارات الإسرائيلي قبل شهرين بتهمة الانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي وتقديم معلومات حساسة تتضمن كيفية السيطرة والتشويش على طائرات الاستطلاع وبحسب سلطات الاحتلال أيضا فإن عويضة اخترق إشارات الكاميرات الإسرائيلية المثبتة في الشوارع وجمع معلومات عن رحلات الطائرات المدنية الإسرائيلية من مطار بنغوريون الكائن خارجة الأبيب قدرة هذا الشاب وواقعة اعتقاله تعيدان إلى أذهاننا حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء في تشرين الأول الماضي وما تبعها من تحليلات وتقارير تحدثت عن كيفية اختراقها وتفجير قنبلة فيها أدت إلى سقوطها وهو يذكرنا تحديدا بالتنظيم السري الفلسطيني الذي دخل أجهزة حواسيب الاستخبارات الإسرائيلية بعد إسقاط الطائرة الروسية واكتشف دلائل على ضلوع إسرائيل في هذه العملية باستخدام تقنية النانو بعد الأعلان حقيبة كاري تشغل بالا هوتين أحييكم من جديد رجح وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر اليوم مقتل وزير المالية في تنظيم داعش وقياديين بارزين آخرين هذا الأسبوع في هجوم كبير استهدف نشاطات تنظيم المالية وأضاف كارتر أن الولايات المتحدة تعتقد أنها قتلت عبد الرحمن مصطفى القدولي المعروف بحج إيمان وهو مسؤول عن إدارة الشؤون المالية لداعش وأوضحت محطة NBC News أن الرجل الثاني في تنظيم الدولة الإسلامية قد قتل في غارة أمريكية استهدفت موقعا لتنظيم الدولة وعبد الرحمن هو عراقي من مدينة الموصل ولد عام 73 والتحق بتنظيم القاعدة عام 2004 ليتولى المسؤولية المالية في القاعدة وتخصص في تحصيل الأموال حتى انتقاله للعمل في سوريا قبل عامين تحت قيادة محمد يوسف الفلسطيني الجنسي السلطات الفرنسية تعلن أحباط عملية تفجير في العاصمة الفرنسية باريس بعد حملة من الاعتقالات أعلن وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازنوف أن قوات الأمن الفرنسية أحبطت مخططا لتنفيذ اعتداء في فرنسا بلغ مرحلة متقدمة من الإعداد خلال تنفيذها عملية توقف كبرى في ضحية باريس وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن السلطات اعتقلت مواطنا فرنسيا يشتبه في انتمائه لشبكة متشددة كانت تخطط لشن هجوم في فرنسا المدهمات وعملية تفكيك المتفجرات تمت في أحد مباني أرجنتوي في ضحية العاصمة لكن ليس هناك أي دليل ملموس على وجود رابط بين هذا المخطط واعتداءات باريس أو بروكسل وجاء الاعتقال بعد يومين من تفجيرات انتحارية استهدفت مطار بروكسل وقطار أنفاق وأدت إلى مقتلي 31 شخصا على الأقل وإصابة 270 شخصا بجروح حملة اعتقالات جديدة في بروكسل ووزير الخارجية الأمريكي جون كاري يعز رئيس مجلس الوزراء البلجيكي لا تزال العاصمة البلجيكية بروكسل تعيش ارتدادات العملية الإرهابية التي وقعت الثلاثاء الماضي إذ أعلنت السلطات البلجيكية اعتقال ستة أشخاص في بروكسل يشتبه في ارتباطهم بالعملية وقال المتحدث باسم النيابة العامة في بلجيكا إن ثلاثة من المعتقلين جرى توقيفهم أمام مبنى النيابة العامة بوسط بروكسل في حين اعتقل الرابع في منطقة جيت المتاخمة للعاصمة واعتقل شخصان داخل نطاق بروكسل وكانت صحيفة ديمورغين البلجيكية قد ذكرت أن المحققين تعرفوا إلى مشتبه فيه جديد يعتقدون أنه أدى دورا في تفجيرات بروكسل الثلاثاء الماضي وذكرت أنه سوري عمره 28 عاما ويدعى نعيم الحامل وأضافت الصحيفة أنه على قائمة وزعت على أجهزة الأمن في دول أوروبية أخرى بعد هجمات الثلاثاء إلى جانب محمد عبريني ونجيم العشراوي وخالد البكراوي وظهرا قامت السلطات الأمنية البلجيكية بعملية أمنية بمنطقة سكاربيك انتهت باعتقال مشتبه فيه وتصفيته آخر وبحسب المعلومات الأولية فإن القوات الأمنية صفت شخصا لم يمتثل لأوامر الشرطة حيث أشارت وسائل الإعلام إلى أن المشتبه فيه كان يحمل حقيبة تحتوي على مواد متفجرة بعيدا من التطورات الميدانية عز وزير الخارجية الأمريكي جون كاري رئيس مجلس الوزراء البلجيكي شارل ميشال بضحايا الهجمات التي تعرضت لها العاصمة البلجيكية كما أعرب كاري عن استعداد بلاده لدعم بلجيكا استخباريا وأمنيا بلجيكا سندتنا في هجمات الحادي عشر من أيلول وقالت كلنا أمريكيون واليوم نقول لها كلنا بروكسل الهجمات تذكرنا بالتزامنا بمواجهة عدونا المشترك وهذه الهجمات الإرهابية هي استهداف للحياة من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء البلجيكي أن بلاده تبذل قصار جهدها لمكفحة الإرهاب والتطرف بكل حزم وأن الحكومة والبرلمان سيبحثان في خطة الانتشار العسكري لمحاربة داعش إن لدى بلجيكا خطة جيوستراتيجية لمحاربة الإرهاب ولدينا القناعة بالجهود التي يمكن بذلها بهدف التحرك في أوروبا والعالم وأضاف ميشيل أن بلجيكا اعتمدت خطة استثمار العام الماضي بمليار دولار كي تظل شريكا قويا لحلف الناتو وحلفائها الآخرين ومن بروكسل إيرالوما انتشرت القوات الإيطالية في العاصمة وسط دميرة أمنية مشددة تخوفا من وقوع هجمات إرهابية موسكو وواشنطن تسعيان لوضع دستور سوري جديد وحقيبة كيري تثير تساؤلات بوتين عقد وزير الخارجية لأمريكي جون كيري في موسكو محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفق خلالها على تعزيز الهدن القائمة في سوريا منذ نحو شهر والسعي لوضع دستور سوري جديد بحلول شهر آب وعقب اللقاء الذي استمر أربع ساعات في الكريملين عقد الوزيران كيري ولفروف مؤتمرا صحفيا أعلنا خلاله أبرز ما تم التباحث فيه على الرئيس بشار الأسد اتخاذ القرار الصحيح لتحقيق السلام في سوريا وتم الاتفاق على الخطوات التالية في مفاوضات جينيف للبدء فورا بتناول قضية الانتقال السياسي كما اتفقنا على التعاون في الإفراج عن معتقالين سوريين العملية يجب أن تختتم بتوصل السوريين أنفسهم إلى اتفاق بشأن مستقبل بلادهم لذا فقد قررنا السعي إلى بدء مفاوضات مباشرة في جناف بين الحكومة السورية والمعارضة بكل أطيافها في أسرع وقت ممكن وكان كاري قد وصل إلى موسكو حاملا كعادته حقيبته الشهيرة التي ترافقه في جولاته إلا أن هذه المرة لم تمر الحقيبة عند الرئيس الروسي مرور الكرام فسأله ممازحا هناك شيء ما مهم في حقيبتك لدرجة أنك لا تؤمن لأحد آخر أن يحملها عنك هل أحضرت معك بعض النقود للمساومة؟ فرد كاري قائلا عندما تتاح لنا الفرصة على انفراد سأطلعك على ما في الحقيبة وأعتقد أنك ستندهج للغاية وبما أن لا أحد غير بوتين سيكتشف ما في الحقيبة نأمل أن يكون كاري قد حمل معه بعضا من أوراق الحل في ملف الحرب السورية كان في النشرة في يومه الثاني بن كيمون ينزح نحو المخيمات سلسلة بشرية ورسالة من الكوستا برافا إلى برشلولا نحن نخرق الاتفاقية العامة تحرير قلعة تدمر من داعش شفاز بعيون الفلسطينيين يوغي شفاز قطع العلاقات مع إسرائيل حين كانت تعتدي وهي دوما تعتدي على شعبنا شكرا على حسن المتابعة وتصبحونا على خاتم اشتركوا في القناة